أذهب بكم إلى الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مورد الشاهد هنا الحديث عن المسجد الحرام القسم الأول من الآية في أجواء المسجد الحرام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم هذا حديث عن إلحاد في أجواء المسجد الحرام ماذا قال محمد وآل محمد عن هذا الإلحاد الجزء الأول من الكاف الشريف باب فيه نكة ونتف من التنزيل في الولاية الحديث الرابع والأربعون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع من الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ماذا قال إمامنا الصادق نزلت فيهم في من نزلت في أصحاب الصحيفة الصحيفة التي كتبوا فيها برنامج السقيفة وطبقوه في سقيفة بني ساعدة نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمي الآية هي هذه الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات العاكف المقيم والبات الذي يأتي لزيارته وبعد ذلك يرحل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم هكذا يقول إمامنا الصادق نزلت فيهم في أصحاب الصحيفة حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين من خلافته وإمامته ووصيته بعد رسول الله فهؤلاء مجموعة من كبار الصحابة تعاقدوا في الكعبة وكتبوا ذلك في صحيفة تعاهدوا فيما بينهم على أي شيء على قتل رسول الله وعلى إقصاء أمير المؤمنين برنامج السقيفة برنامج السقيفة بكل تفاصيله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يقول الصادق صلوات الله عليه نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين هذا ما جاء في الكاف الشريف والكلام هو هو في تفسير القمي والقمي هو أستاذ الكليني وشيخه الكبير بحسب طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في ذيل الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال قال نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين والمصداق الأول أولئك الذين كتبوا الصحيفة قال نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين فهم قد أمالوا بيعة الغدير وأمالوا طريق الأمة إلى اتجاه آخر في سقيفة بن سعد فالإلحاد هو الميل هو الانحراف هو الابتعاد عن الصواق فتلاحظون أن الإلحاد في سورة فصلت هو إلحاد في آياتنا في محمد وآل محمد وكذلك فإن الإلحاد في سورة الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إنه إلحاد أيضا بحق محمد وآل محمد الصادق يخبرنا من أن الحسين متى قتل يوم كتب الكتاب يوم كتبت الصحيفة فهذا الإلحاد هو إلحاد يشير إلى قتل الحسين يشير إلى قتل فاطمة إلى قتل علي إلى قتل الحسني إلى قتلهم وظلامتهم جميعا فالإلحاد في الكتاب الكريم يرتبط ارتباطا واضحا بحسب تفسيرهم لا شأن لي بتفسير سقيفة بني ساعد ولا شأن لي بتفسير سقيفة بني نجف أخزاهم الله حيث ركضوا على منهج النواصب وجاءونا بهذا الدين المسخ سود الله وجوههم منذ أيام الطوس وإلى يومنا هذا الإلحاد في شأن محمد وآل محمد هذا واضح وواضح جدا أعود إلى سورة الأعراف وإلى الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون كيف يلحدون في أسمائه على سبيل المثال سقيفة بني ساعد بكل تفاريعها النواصب نواصب السقيفة الأسماء الحسنى عندهم ألفاظ هناك تسعة وتسعون اسما تعلق في البيوت ويرددها قراء التواشيح الدينية في الفضائيات وعلى المنابر في المساجد وعبر مكبرات الصوت هذه هي الأسماء الحسنى عندهم أنا لا أقول من أنهم يحصرون الأسماء الحسنى بهذا العدد البعض منهم فعل ذلك والبعض منهم حصر الأسماء الحسنى بالأسماء التي وردت في الكتاب الكريم وصوفيتهم كابن عربي وأمثاله أوصلوها إلى الألف في ثقافة أهل البيت ليس هناك من عدد معين لهذه الأسماء لا عدد لها ولا حصر لا شأن لي بما يقولون عن عددها وعن مراتبها بالنتيجة هم يجعلون أسماء الله الحسنى ألفاظا هذا كل الذي في كتبهم يتحدثون عن ألفاظ هذا إلحاد بأسماء الله الحسنى الألفاظ هي مظهر من مظاهر الأسماء الحسنى هذه الأسماء الحسنى اللفظية فهؤلاء الذين حصروا الأسماء الحسنى بحدود الألفاظ بحدود ما يلفظ وبحدود ما يكتب هؤلاء هم الذين يلحدون في أسمائه فيخرجون حقيقة الأسماء الحسنى بحسب اعتقادهم وإلا فإن الأسماء الحسنى لا تخرجوا حقيقتها ولكن بحسب عقيدتهم يخرجون الأسماء الأسماء الحسنى من حقيقتها ويذهبون بها مائلين منحرثين إلى جادة الضلال الأسماء الأسماء الحسنى تلك الحقائق العظيمة يحصرونها بهذه الصورة اللفظية التي تلفظ وتكتب مصداق واضح للملحدين بأسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين يجعلون الأسماء الحسنى بحدود عالم الألفاء وهذا ما فعله مراجع النجف لو رجعتم إلى ما كتبه مراجع النجف علماء الشيعة فإنهم يتحدثون عن الأسماء الحسنى إن كان ذلك في تفاسيرهم أو في كتبهم الاعتقادية أو حتى في الكتب التي شرحوا فيها بعض الأدعية وشرحوا فيها الأسماء الحسنى يتحدثون عن أن الأسماء الحسنى هي ألفاظ وإذا ما اختلفوا اختلفوا في أن الأسماء الحسنى هل تدل على الذات أو على الصفات والأفعال فقط لا أريد أن أخوض في آرائهم لا شأن لي بما يقولون إنما أريد أن أبين لكم ما المراد من الإلحاد وما المراد من الملحدين في الكتاب الكريم لأنني دائما أقول في برامجي من أن الإلحاد في ثقافة العترة الطاهرة غير الإلحاد الذي يتحدث الناس عنه الآن الإلحاد في الكتاب الكريم وفي ثقافة العترة الطاهرة هو ما يرتبط بمحمد وآل محمد العقائد الضالة التي عليها النواصب وعليها مراجع النجف هؤلاء هم الملحدون القرآن هكذا يقول وسأقرأ لكم الروايات والأحاديث هذا القرآن يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه هذا كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة حديث طويل في الباب الخمسين صفحة 313 باب العرش وصفاته الحديث الأول حديث طويل من صفحة 313 يستمر إلى صفحة 316 في صفحة 316 والحديث عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه عن حنان ابن سدير وسدير هذا هو سدير الصيرفي من أصحاب أئمتنا حنان ابن سدير يقول سألت أبا عبد الله سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل مثل ما قلت لكم يبدأ في صفحة 313 بسنده وينتهي في صفحة 316 الإمام يقول وله الأسماء الحسنى له لله سبحانه وتعالى مثل ما مر علينا في آيات الكتاب الكريم وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كيف يلحدون في أسمائه الإمام يقول جهلا بغير علم كما عليه مراجع النجف لأنهم يعتمدون على ما أخذوه من النواصف وهو الجهل ولا يأخذون ما جاء عن محمد وآل محمد وهو العلم وذروا الذين اتركوهم فروا منهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك هذا مشرك فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به يكفر بالله وهو يظن أنه يحسن فلذلك قال قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهؤلاء ملحدون وهؤلاء كافرون وهؤلاء مشركون من هم هؤلاء الإمام يستمر بحديثه فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها يضعونها غير مواضعها بالضبط مثل ما يفعل النواصب فيجعلون الأسماء الحسنى حصرا في هذه الألفاظ ويؤلفون المؤلفات ويكتبون الكتب الطويلة والعريضة ومن قال بخلاف قولهم هذا حكموا بكفره نواصب النجف فعلوا ذلك أيضا الأسماء الحسنى لها مواضعها هناك حقيقة الأسماء الحسنى في القدرات الإلهية الهائلة التي تتجلى فيما تجلى من الحقائق من الحقيقة المحمدية تلك هي الأسماء الحسنى حينما نأتي ونضع الأسماء الحسنى في الألفاظ فقط فإننا قد وضعناها في غير مواضعها وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق ويقول من أن الذي يفعل ذلك هذا هو الملحد الذي يتحدث عنه القرآن وهذا هو المشرك وهذا هو الكافر وهذا هو الجاهل ولذلك ماذا قال القرآن وذروا الذين يلحدون في أسماءه اتركوهم اتركوهم لجهلهم لشركهم لكفرهم أقرأ عليكم مرة أخرى وله وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم هؤلاء جهال حمير هؤلاء حمير لا أتحدث عن الحمير الحيوانات أتحدث عن الحمير المسوخ عن الحمير البشر جهلا بغير علم فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك يشرك وهو لا يعلان ويكفر به يكفر بالله وهو يظن أنه يحسن فلذلك قال وما يؤمن الذي قال هو الله فلذلك قال وهذه الآية من سورة يوسف فلذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون من هؤلاء فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم العلم عند محمد وآل محمد فقط هم الذين يقولون نحن العلماء وشيعتنا متعلمون وسائر الناس همج الرعا هم يقولون هكذا من هم هؤلاء الجهال من هم هؤلاء الحمير الحمير البشري من هم هؤلاء الملحدون المشركون الكافرون فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها النواصب بكل تشققاتهم مصداق واضح لهذا الذي يتحدث عنه القرآن ويتحدث عنه محمد وآل محمد وكذلك مراجع النجا كتب تفسيرهم دالة على ذلك كتب عقائدهم دالة على ذلك ثقافتهم حديثهم هذا الذي علموكم إياه هل علموكم غيره هذا إذا كنتم قد تعلمتم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر يا حيا قبل كل حن يا حيا بعد كل حن يا حيا الذي ليسى كمثله حن يا حيا الذي لا يشاركه حن يا حيا الذي لا يحتاج إلى حن يا حيا الذي يميت كل حن يا حيا الذي يرزم كل حن يا حيا لم يرز الحياة من حن يا حيا الذي يحي الموتى يا حيا يا قيوم لا تأخده وسنتم ولا نوص يا حيا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذهب اليه فقهاء ومفسرو سقيفة بن ساعد صوفية النواصب وضعوا بعدا نورانيا بحسب خيالاتهم لهذه الاسماء وقسموا الاسماء بحسب حالاتهم الصوفية فكل طريقة من طرائق الصوفيين يخسمون الاسماء الحسنى بحسب حالاتهم وكأن الاسماء الحسنى قسمت لأجل حالاتهم الصوفية المعنوية العبادية السلوكية قولوا ما شئتم فكل طريقة من طرائق الصوفية لها نظامها الخاص بها بالاسماء الحسنى يعطونا بعدا نورانيا بحدود تصورهم والذي ينظر إلى ما كتبوه وما يفعلونه في طرائقهم الصوفية كأن الله يغير أسماءه الحسنى بحسب حالات الوجد والعشق عندهم هراء في هراء هؤلاء أيضا من الذين ألحدوا في أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماءه وصوفية الشيعة أيضا منهم من اتخذ الطرائق التي عند الصوفية النواصب ومنهم من شق له طريقا حتى الذين كتبوا وألفوا في هذا الموضوع لم يخرجوا عن المسار الذي عليه نواصب السقيفة ربما من أكبر الكتب التي ألفت في الأسماء الحسنى ما كتبه هادي السبزواري مولا هادي السبزواري صاحب المنظومة الفلسفية كتب شرحا لدعاء الجوشن الكبير معروف بشرح الأسماء الحسنى لم يخرج في شرحه هذا عن اللغة عن الوجود اللفظي لهذه الأسماء وأضاف إليها بعض النتفي مما قالته المتصوفة وقالته الفلاسفة هذا كل الذي جاءنا به ووفقا لمذاق صوفي مشبع بمذاق ابن عربي لربما من أعمق الذين كتبوا في هذا الموضوع ليس بشكل خاص وإنما في طوايا كتبه المنتشرة السيد الخميني ولكن ما كتبه ما هو ببعيد عما عليه منهج ابن عربي والبقية كذلك أما صاحب الميزان وهذه الجهة جهة صاحب الميزان فهؤلاء غارقون إلى أمهات رؤوسهم أتحدث عن مدرسة إحسين قلي الهمداني ومدرسة سيد علي القاضي ومحمد إحسين طباطبائي صاحب الميزان هو من رموز هذه المدرسة البارزة هذه الجهة هؤلاء غارقون إلى أمهات رؤوسهم في منهج ابن عربي ومنهج ابن عربي منهج صوفي بعيد تمام البعد عن منهج العترة الطاهرة أولئك الذين يكتبون الأحراز والحجوب ويكتبون الطلاسم ويستعينون بالأسماء الحسنى ويقولون هذا الاسم له خدم من الملائكة والجن ويجعلون للأسماء أرقاما وهناك ما يسمى بعلم الأذكار والأوفاق كل أولئك أيضا كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يخطون بصف الاستكان لأنهم ما رجعوا إلى قرآن محمد وآل محمد وأخذوا تفسيره من محمد وآل محمد ولا رجعوا إلى المنظومة الهائلة من الأدعية من الأدعية بشكل عام أو من الأدعية الخاصة بالأسماء الحسنى والتي تشتمل على الحقائق والأسرار والمعارف التي ترتبط بهذا الموضوع لا يفقهون منها شيئا ذول يخطون بصف الاستكان والنصيرية وأمثالهم الذين قالوا من أن علي هو المعنى وأن محمدا هو الاسم هؤلاء لا يفقهون شيئا من التوحيد الحقيقة المحمدية هي اسم الذات الأولى وعلي وجه من وجوه الحقيقة المحمدية إذا أردنا أن نقول هناك اسم ومسمى في أفق الحقيقة المحمدية فإن الحقيقة العلوية هي الاسم والمسمى الحقيقة المحمدية وهؤلاء ذهبوا بعيدا وألحدوا في أسماء الله إلحادهم يختلف عن إلحاد علماء النجف من أنهم وضعوا الأسماء الحسنة في موضع الألفاظ فقط أما هؤلاء فقد ألحدوا باتجاهات أخرى وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين يخرجون الأسماء عن مسارها الصحيح اتركوهم اتركوا هؤلاء إذن أين المسار الصحيح المسار الصحيح في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بحديثهم في أدعيتهم وزياراتهم التي يشرح بعضها بعضا هذا الذي أقوم به بين أيديكم وفقا لمنطق العقل السليم أتحدث عن العقل في أجوائنا الدينية فلا يقول قائل من أن أصحاب العقول من الديانات الأخرى يرفضون كلامي أنا لا شأن لي بأصحاب الديانات الأخرى أنا أتحدث عن عقل منضبط بقواعد الدين وعن دين منضبط بقواعد العقل التي يتفق عليها الجميع فالأثر يدل على المؤثر والنقيضان لا يجتمعان والمتضادان يمكن أن يجتمعا من جهتين مختلفتين والكل أكبر من الجزء وفاقد الشيء لا يعطيه وهكذا هذه البديهيات التي تتفق عليها كل العقول ممن يعتقدون بوجود إله وممن لا يعتقدون بوجود إله ممن يعتقدون بوجود إله ولا يعتقدون بوجود دين و ممن يعتقدون بوجود إله و يعتقدون بوجود دين ممن يعتقدون بدين اليهودية و لا يعتقدون بدين المسيحية و دين المسلمين و هكذا و ممن يعتقدون بدين النصارى و لا يعتقدون بالديانات الأخرى ممن يعتقدون بديانة محمد و لا يعتقدون بالديانات الأخرى وكذلك في دين محمد ممن يعتقدون بعلي وآل علي وممن لا يعتقدون بهم هذه بديهيات يتفق عليها الجميع ما عرضته ليس معارضا لهذه البديهيات وأما قواعد العقل وفقا للدين فإنني ما عرضت شيئا يخالف قواعد العقل التي تنضبط بتعاليم الدين ببديهيات تعاليم الدين وما بينت لكم شيئا خلاف الذوق الطبيعي للتفكير البشري وما عرضت عليكم شيئا مخالفا لقواعد الأدب العربي في فهم النصوص ولا حاولت أن أقوم بعملية لي أعناق الأحاديث عرضت الأمور واضحة صريحة أبدأ من القرآن المفسر بحديثهم الواضح وبعد ذلك أتوجه إلى أدعيتهم الواضحة وإلى زياراتهم الصريحة وأقرأ عليكم من الكتب التي تعرفونها هذا هو الذي فعلته عودوا إلى هذا المنهج ليس لأنني أتبع هذا المنهج هذا المنهج هو الأحق بالاتباع حكموا عقولكم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أتعلمون ماذا حدث القرآن عن هؤلاء عن هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه من النصيرية من الصوفية من هؤلاء أصحاب السحر والطلاسم وأمثال هؤلاء من النواصب من مراجع النجف من مفسري الشيعة هؤلاء كلهم يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية التي قبل هذه الآية ماذا تقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لماذا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هؤلاء هم مراجع النجف عرفاء الشيعة هؤلاء هم النصيريون وأنثالهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذه غفلة ليست إنسانية هذه غفلة حيوانية بل هم أضل هذه غفلة أضل من غفلة الحيوانات لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها فكيف يسمون بالفقهاء لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هؤلاء طرشان عميان ثولان أغبياء وقبل خليل وصفهم الإمام بالمشركين بالكافرين وها هو القرآن يصفهم بالملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنة ومراجع النجف يقولون لك من أن الأسماء الحسنة هذه الألفاظ وأن هي تطلق على الذات أم تطلق على الصفات والأفعال ويدخلون في هذه التفاصيل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضال والإمام وصفهم بالمشركين بالكافرين بالجهال والقرآن يصفهم بالملحدين لماذا تلومونني حينما أصفهم بالثولان والأغبياء هذا متح عظيم له هذا متح عظيم 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 وقت الحلقة صار طويلا نذهب إلى تذكرة البرنامج البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العاملة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إذا كنتم راغبين في إمامكم فابحثوا عن عقائدكم السليمة وتفكروا وتدبروا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر